اشتركوا في القناة 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 أصلاً لأن العدم تكون هكاك لك؟ غير هو بعض المرات يكونوا عوامل خارجية اللي كتصرق من الظهور هاد المشكل ذو كيف قول لك إن قلنا التقدم في السن كينا الوراثة بحذا بواحد سيدة للوالدة ديالها وللنس في العائلة ديال هاجاتهم هشاشة لأيضام كتكون تأرضة أكثر الهشاشة لأيضام قلنا الهرمونات إذا بتكلمنا الهرمونات الطبيئية إنها كتنقاط في فلاملوبوس ولكن في بعض الأحيان كنقدرون نجدوه ديت ختمة اللي فيهم مضادة الهرمونات النساء يعني علاجات أدوية علاجات حذب الناس اللي عندهم الانضومة تخيوز كنقدرون أعطوهم هذه العلاجات تزكوتي هرمونية هرمونية نساء اللي عندهم سرطان تدي كنعطوهم علاجات مضادة الهرمونات تهما كيكونوا بتأرضين أكثر لهذا الوستيوب وغوز بالنسبة للجال بحذب اللي عندهم سرطان ديالها بخوستات اللي تختموا هرمونوته هما كيزيدوا من الحدد ديال ديال المشكل ديال الهشاشات لأيضا ولا استيقصال ما بيض عند المرأة ولا استيقصال الخيسيتين عند الرجل دوك هاد المسائل هيا خارجية ولكن كتصرق من ظهور هاد الوستيوب وغوز دوك من غير هاد العواميل اللي تكلمت له هاد الادوية كين عواميل أخرى بحال الناس اللي كيكون الوزن ديالهم طايف بززاف كيكونوا بتأرضين أكثر الضعف الناس اللي ما كيتتحركوش بزاف لها سيدان تاريطي حسك سعرفها سامير بأننا باش مبات تحركنا ودرنا الرياضة باش مما الأضم ديالنا كيتقال سبحان الله دوك الناس اللي دي مغالسين وما كيدروش لإكزاغتيت فيزيكو ما كيتتحركوش بزاف كيكونوا بتأرضين أكثر هاد المشكل ديال هاشاشات العظام واخا عرفنا الأسباب ديال هاشاشات العظام الوراثية والطبيعية واللي مكتسبة ده بقنا نعرفو العلامات ديال هاشاشات العظام وش هو مرد سامت أو لا مرد سامت للاسف مكينينش علامات اللي غا تتفيقنا ودقنا نرى أن هاشاشات العظام امتا كنعرفو بأنه هاشاشات العظام امتا كنعرفو بأنه هاشاشات العظام واحد السيدة كتطيح وطيحها بسيطة وكي تترس للمرفق ديالها ولا الراس ديال فاخد ديالها ولا في العمود الفقاري ديالها دوك هنا عادة باش كنكتشفو هاد المشكل ومن بعد كيكون تشخيز سهل ربا احضرتنا في عباد الخطرس هذيك الهرساس يكون فاخر كنعرفو بأنه هاشاشات العظام وكنقدرون نقالجوها الاختشخيز كيتسامد على واحد الراديو مثلو سيودانسيتومتري واحد الراديو سبيسيال تسعبرنا الكتلة العظمية وكتقول لنا هاد السيدة ولا هاد الشخص واش عندو هاشاشات العظام واش فينا مرحلة مرحلة غير مبكرة حيث نقوم معايير عالمية للكتلا كن المعايير اللي كتورينا هاد الشخص فينا مرحلة وسط من هال المشكل الالاج جيل هاد المشكل وولا كما قلت العواقب هما الكسور والالاج كي اعتمد بالاساس على تغذية على تغيير نمط الحياة علاش باش نتفادي العواقب بالمرض وكيفما قلت سامير هاد المرض لا يقش لنا غير بحادة بالاختخوز كتقاس غير المفاصل في حين هاد السيوبوزر هالا ايضم كلهم بديل بديل كتقاس فبعد الاحيان يقدروا يبانوا واحد العلمات والكتكون متأخرة بان الشخص كي قصار في طول ديال سبحان الله يقدر يفقد حتى ربقات سنتيمترات علاش لان هادوك الفقرات ديال الدهر ديالو كيتونتساو ودوك الشخص كي قصون لان بولاك يمخوا بزاف وبالتالي تيت ايكزاك دومو الشخص ما كيبقاش وقص زيان الكساف ديالو كيجيو القدام دوك هادو هما العلمات والكتكون متأخرة اللي فهمت معاك هي انا نحسنا نركز على الويقايا انا العلاج ممكن لا كان الالاج لما كتكونا نأخذ الوستيوبروز عنا الالاج بأدوية اللي كزيد من الكتفة ديال الدهر كذلك ولكن الى كانت مراحل متقدمة لا مراحل اولي يعني مراحل اولي كن الميكانزمات اللي كتتعون نعود نبني ونحل نبني وهذه العيدا ولكن الادوية بوحدها ما كفياش خصنا غداء اللي يكون غني في نامة حياة كله. فيه الحركة وفيه الأغذية كذلك. والأدوية. بالنسبة للأغذية ستكون غنية بالكالسيوم والفيتامين. بالنسبة للكالسيوم يكون في الحليب والمشتقة. يكون في الخضر اللون ديالها أخضر. بحل البروكولي، بحل البسباس، الفلفلاء. كذلك الخضر اللي الأوراق ديالهم كتكون الخضراء. بحل الخزو، الفجل، المياه المعدينية تكون غنية بالكالسيوم. كذلك المياه المعدينية. المياه المعدينية تكون غنية بالكالسيوم. وهي تستطيع التساعد لكالسيوم. بالنسبة للفيتامين الدين والمنبع هو الشمس. يجب أن نتعرض للشمس. ليس لوجه لنا. لأن المشكلة للبقاء السمراء. هل هي الطبيبة التي تتقدر؟ سهر 20 دقيقة. يومياً لا تتعرضوا للشمس ما بين 12 أو 14. نتعرضوا للشمس إما في الصباح أو في الخرد الأشياء. خصوصاً الدرئين ديالنا. والسيقان ديالنا. هم اللي يلتقطون هذه الأشياء على الشمس. لكي تكون الفيتامين الدين أكتف. كذلك الفيتامين الدين يحتف بعض المأكولات. مثل الأسماك التي تكون دهنية بالكالسيوم. كذلك الفيتامين الدين. كذلك الفيتامين الدين. كذلك الفيتامين الدين. لكن المنبأ الرئيسي للفيتامين الدين. هم أشياء الشمس. واضح. وكان الحركة ساميرا مهمة بسر. سحيب أن تخيلوا كيفية الحركة ممكن تعاون أن نزيدوا من الكتلة العدمية. لا ممكن. لأن الشبهة المسك. لماذا كذلك نديروا الحركات الرياضية المسك لتنفخ؟ بحيث كان. هذا هو الرئيسي. هو أننا باش مبادرنا الرياضة. باش مبادرنا الرياضة باش مبادرنا ديالنا كيت تقوى. وكننصحوا أننا الرياضة ستقدر في سن مبكرة. باش فاش نتقدموا في السن. كوننا واحد المخزوع بدا ديال رياضة. كوننا واحد الكابتال ديال العظم اللي كون صحيح. اللي غيبقاشد معنا الأطول مدة ممكنة. كان كذلك واحد المسألة مهمة في الأردية اللي ما قلتاش. هو أننا الإفراط في تناول القهوة. والمنبهات. لليموناد. كان نقص لنا من الكالسيوم في الدس ديالنا. ممكن تنسي أتنى مباشرة على العظم. بيانسي ونقص الكالسيوم. العظم ما كيبقاش يتبنى مزيد. سنقف بأن الأساس ديال العظم. هو ما هو الكالسيوم. الكالسيوم هو السيمة ديال العظم. داكت. كالسيوم يتفادوا الإفراط في تناول القهوة. القهوة معروفة أنها تخرج البول بشكل كثير. داك مع هذا البول. تخرجوا مع الملحمة الدينية. وكيخرج الكالسيوم. واضح. الناس الذين يتفادوا الإفراط للقهوة والكحول والتدخين كذلك. نشكرك بزاف دكتورة ليلى. شكرا على المعلومات المهمة جدا.